والعالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه 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 الشمس والبدر من آيات قدرته والبر والبحر فيض من عطاياه الطير سبحه والوحش مجده والموج كبره والحوت ناجاه والنمل تحت الصخور الصم قدسه والنحل يهتف حمدا في خلاياه والناس يعصونه جهرا فيسترهم والعبد ينسى وربي ليس ينسى وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد أغر عليه للنبوة خاتم نور من الله يلوح ويشهد ضم الإله اسم النبي لإسمه إذا ما قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحبة في الله طبتم وطابا ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذه الأيام بركة ورحمة ومغفرة وعطقا من النار يا رب العالمين حياكم الله أيها الأحبة الأكارم في هذا البرنامج هذا ديننا وموضوع هذه الحلقة جبر الخواطر في رمضان جبر الخواطر في رمضان ولكن لا بد لنا أن نقدم مقدمة لرمضان هذا الشهر العظيم هذا الشهر الكريم الذي اختصه الله سبحانه وتعالى عن باقي الشهور والأيام الله اختص رمضان بمميزات وبأفضال كثيرة والنبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن الصيام الصيام في رمضان وفي غير رمضان قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه الصوم جنة وفي رواية الصوم جنة وحصن حصين من النار الصوم جنة وجنة معناها وقاية ووقاية من المعاصي والذنوب وقاية من النار أي أن الصوم والصيام يجعل حاجزا بينك وبين النار ويجعل حاجزا بينك وبين المعاصي والذنوب فهو علاج للشهوات وهو علاج للمعاصي وهو علاج للرياء والسمعة والشهرة هذه العبادة العظيمة الصيام النبي يقول الصوم جنة الصوم جنة فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث لا يتكلم بالكلام الفاحش فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب لا يعلو بصوته ولا يتحدث بصوت عالي ولا يلغو في كلامه فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب وإن امرئ قاتله أو شاتمه فليكل إني صائم مرتين يقول إني صائم الصيام يعلمنا تهذيب الأخلاق الصيام يعلمنا الأخلاق الكريمة يدربك تدريبا عمليا أن تكون كاذما للغيظ أن تكون كاذما للغيظ عافيا عن الناس وإن امرئ قاتله أو شاتمه فليكل إني صائم مرتين ولكن اسمع لكلام رسول الله يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده النبي يقسم هنا لماذا يقسم؟ لأن الذي سوف يقوله أمرا هاما والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك الشيء الذي لا يستحسنه الناس رائحة الفم إذا تغيرت من الجوع والعطش هذه رائحة لا يستحسنها الناس ولكن هذه الرائحة إذا كانت من صيام لله عز وجل هي أطيب عند الله من ريح المسك معنا اتصال إن شاء الله أستاذ محمد السلام عليكم عليكم إن شاء الله وبركاته مولانا أهلا وسهلا أستاذ محمد فضل حبيبي كل قاموا أنت بخير ربنا يباركي فضل فضل يا حبيبي عندي سؤالين من حضرت المعددة فضل أو إن شاء الله وأنا أضغر التحيات نعم أنت أقول اللهم أصلي على سيدنا محمد ولا لسيدنا محمد ولا على سيدنا محمد آه يعني تسييد النبي في الصلاة تسييد النبي في الصلاة تمام السؤال الثاني يا سيد الحمد سؤال سؤال كان على الشي خالت أنا أخت أمي كانت قايحة للشيخ اللي بقولوا عليه أو دجال ده آه فأنا عشان يعني إن أنا مزعلهاش وكده رفتي معاها طب أنا كده عليه وزر ولا لا تمام تمام أجيبك إن شاء الله ربنا يباركي بس أنا مكنش لي أي مصلة عند ولا أي حاجة وكنت مكنتش يعني ما هو أنت أنت ساعدتها على كده يعني معنى أنك تروح يا سيد محمد أنت ده إكرار منك بالموافقة لكن لابد أنك أنت كنت تغضب لله عز وجل ولا تذهب إلى هذا الدجال والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ذهب لدجال أو لعراف ولم يصدق أنت رايح مش بصدقه لم تقبل منه صلاة أربعين يوما ومن ذهب لدجال لعراف وصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد السحر والشعوزة نحذر الناس ألا يذهبوا إلى هؤلاء المشعوزين والدجالين وكذب المنجمون ولو صدقوا وفي رواية ولو صدفوا أما موضوع تسييد النبي في الصلاة أنا أقول اللهم صلي على سيدنا محمد في الصلاة فلا يجوز لي ذلك نسيد النبي صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة النبي قال لا تسيدوني في الصلاة يبقى النبي صلى الله عليه وسلم وضع نصف التشاهد الأخير وهي الصلاة الإبراهيمية اللهم صلي على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجين اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل آل إبراهيم إنك حميد مجين هذه هي الصلاة الإبراهيمية إذا كنت في الصلاة تقولها كما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن إذا قلت خارج الصلاة فيجوز لي أن أسيد النبي صلى الله عليه وسلم فهو سيدنا وتاج رؤوسنا محمد صلى الله عليه وسلم نكمل إن شاء الله هذا الحديث العظيم السوم جنة وحصن حصيل من النار ورواية الإمام البخاري رحمه الله الصوم جنة فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يصخب وإن سابه أحد أو قاتله فليكل إني إمرئ صائم والذي نفسي بيده لخلوف فمن الصائم أطيب عند الله من ريح المسك النبي صلى الله عليه وسلم يقول على لسان ربه يطرق طعامه وشرابه وشهوته من أجلي يطرق الطعام والشراب والشهوة لماذا يطرقها؟ يطرقها من أجل الله سبحانه وتعالى يطرق طعامه وشرابه وشهوته من أجلي الصيام لي وأنا أجزي به هذه كلمة والله توزن بالذهب وباللؤلؤ كلمة لابد أن نعيها جميعا الصيام لي وأنا أجزي به لو تخيلنا كل الأعمال الله سبحانه وتعالى يجازي بها العبد عليها فيحدد حتى تكتب الملائكة الحسنات إذا قلت السلام عليكم ثلاثون حسنة تأخذها إذا فعلت كذا تقول ألف لام ميم إذا قلت ألف لام ميم فألف حرف ولام حرف وميم حرف والحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها بعشر حسنات لكن حينما تصوم في رمضان وفي غير رمضان لا يستطيع ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد صالح أن يكتب أجرك في الصيام فالله سبحانه وتعالى تكفل بالأجر لك فقال جل ذكره فقال سبحانه وتعالى الصيام لي وأنا أجزي به العلماء هنا لهم في هذه الكلمة وقفات قالوا معنى الصيام لي وأنا أجزي به أي أن هذه العبادة عبادة الصيام في رمضان وفي غير رمضان هذه العبادة لم يعبد بها أحد على وجه الأرض قبل الله سبحانه وتعالى يعني ما فيش حد من الناس اللي بتعبد آله وتشرك بالله فيش ناس عبدت أصنام أو شمس أو كواكب أو ما شابه ذلك وصاموا لهم فتفرد الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة أنه سبحانه المعبود بهذه العبادة ولا أحد سواه وقالوا أيضا هذه العبادة فيها البعد عن الرياء وعن السمعة لا أحد يستطيع أن يحكم على إنسان هل هو صائم أم لا أن يتأكد من ذلك لأنه ربما يدخل حجرته ويأكل ويشرب ولا يراه أحد فهذه العبادة فيها خفاء فيها إخلاص لله عز وجل وقيل أن إضافة هذه العبادة تشريف لهذه العبادة كما قال الله سبحانه وتعالى ناقة الله وسقياها فشرف هذه الناقة بنسبتها إلى الله سبحانه وتعالى وقال عن البيت الحرام بيت الله الحرام فإضافة هذه العبادة إلى الله سبحانه وتعالى تشريفا لهذه العبادة وعلو منزل لهذه العبادة وقالوا أن ليس للصائم نفسه حظ فيه يعني حظ النفس دايما لما تطلح صدق مثلا وتخرج وتنفق أحيانا في حظ للنفس النفس عايزة تبان قدام الناس أنها تتصدق لكن هذه العبادة ليس فيها حظا للنفس فيها إخلاص لله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحسنة بعشر أمثالها الحسنة بعشر أمثالها إذن صيام يوم يساوي عند الله عشرة عشرة أيام إذا صمت يوما لله إذا عطشت نفسك وجوعت نفسك لله سبحانه وتعالى فهذا هو الخير العظيم والنبي صلى الله عليه وسلم له أحاديث عظيمة تبين رمضان وفضل رمضان وفضل القيام وفضل الصلاة وفضل الصيام فقال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من صام رمضان إيمانا تصديقا بأنه كتبه الله سبحانه وتعالى واحتسابا احتسب الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى ما هي المكافأة؟ غفر له ما تقدم من ذنبه غفرت له كل الصغائر وكلنا أهل ذنوب وكلنا أهل معاصي هذا فيما يخص الصيام فيما يخص القيام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صلاة التراويح لا تفوت يوما واحدا النبي يقول من قام رمضان ليس يوما واحدا وليس أيام ولكن من قام رمضان كل رمضان من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه معنا اتصال إن شاء الله الأستاذة هيبة السلام عليكم عليكم السلام والحمد لله كل عام وأنتم بخير كل وحبات الصحة والسلام عليكم هنا ممكن أسأل حضرتك شؤالين بس بر رمضان وكذا؟ اتفضلي فن عليكم هنا لو ربنا سبحانه وتعالى يعني ورى الإنسان وكذا والرؤية هي ومشل ربنا ورى حاجات كوية وقبقى حاجات حلوة معلش ممكن تعيد السؤال أنا مستمع كويس ممكن حديتك تفعي صوتك بس شوية؟ آي قال له آي ساني آه اتفضلي علي بس صوتك شوية قول حضرتك لو ربنا ربنا سبحانه وتعالى ورى الإنسان رؤية كده وحاجات حلوة وقبقى ورى حاجات حلوة وبعد كده ممكن مثلا الإنسان ده مثلا عمل حاجة مثال نسان ارضو يعني نسان غضب ربنا أو حاجة أو مثلا نسان ارضو ربنا سبحانه وتعالى وعلى رؤية يتحبها منه أو يتروح منه أنا عايزة تعرف من التقليف حضرتك إن الرؤية رؤية مهما لنشر عمل وبعد كده يرجع لربنا وللرؤية ممكن ربنا سبحانه وتعالى يتحبها منه فدا سؤال سؤال السؤال هو أنا مثلا لو ربنا سبحانه وتعالى أنا لو قلتها الحال ممكن الحضري تنفس الشبعة وتأخذها ميلي يعني نفسك تحسز الشبعة بس سؤال حضرتك طيب بلا يا كريمك يا رب طيب حاضر يجيب حضرتك إن شاء الله طيب السؤال الأول هي الأستاذة هيبة بتقول أن الرؤية الجميلة والرؤية الحلوة ممكن يكون شافة النبي صلى الله عليه وسلم وأسأل الله لي ولكم أن نرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ماشي الأستاذة غريد نكمل إن شاء الله بعد الأستاذة غريد أستاذة غريد سلام عليكم كل عام وأنتم بخير حضرتك بخير ورمضان كريم إن شاء الله على الأمة الإسلامية الله أكرم إن شاء الله تفضل لي فاني لو سمحت يا صلى حضرتك أنا بصوم وبصلي ودائما يعني أنا من وانا صغيرة قلعت لجي أبي الله يرحمه بيصلي فحضرتك في شوية مشاكل في البيت من الأول من بدعة المشاكل وكذا أنا دخلت مش عارفة من الأول رمضان يعني مش جادر أركز في الصلاة مش جادر أركز في صرعة القرآن ليه لأن المشاكل كلها مع أمي أنت اللي مزع لها ولا هي اللي مزع لك ولا هي مزع لني ولا أنا مزع لها بس إخوات الأولاد هم اللي مزع لنا أو أنت زعلان عليها هي يعني آه فمش جادر أركز صوم أو مش جادر أصلي أو مش جادر أجرى قرآن فحضرتك أنا مش عارفة أعمل إيه بالزبط حاضر أجيبك إن شاء الله آه في أي سؤال تاني أسوة تغريد؟ آه حضرتك في حد كان قال لي أنا أبويا اللي يرحمه لما توفى كان بيصلي من هو عنده سبع سنين توفى عنده 64 سنة فحضرتك لما توفى شاهد الشهادتين واحده واتجه على الجبل وكان أسمر وفجأة بسنة الجنة بعد ما توفى كده مبتسم وبيض وبيض ناصع صراحة آه إنت اللي شفتيه كده آه إحنا كلنا كان كل اللي يجي يبص على أبويا اللي يرحمه قبل ما يتغسل هذا من حسن الخاتمة هذا من حسن الخاتمة ربنا سبحانه وتعالي يرحمه رحمه وسعه ويسكنه الفردوس الأعلى اللهم أمين وجميع موتى المسلمين إن شاء الله آه طيب نجيب الأستاذة هيبة هي بتقول إن فيه رؤية بتشوفها ولو عملت حق غلط فيش حد منه معصوم من الخطأ فيش حد منه ما بيغلطش ولكن المؤمن الفطن الذكي الذي إذا وقع في خطأ وإذا وقع في معصية يسارح في التوبة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدة المتقين المسارعة في عمل الخيرات والمسارعة في جبر الخواطر المسارعة في فعل الخيرات هذا من الأمور التي تكفر بها الذنوب والمعاصي يبقى أنا لو بشوف رؤية جميلة هذه الرؤية أنا أستحسنها وتطيب نفسي بها وعملت حاجة معصية من الممكن أن تذهب هذه الرؤية لأنه ما وقع بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة وإن العبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه والرؤية دي رزق ما تكون رؤية طيبة رزق من الله عز وجل إنك تشوفي مثلا النبي في المنام أو تشوفي رؤية تطيب خاطرك وتكون في سعادة وصرور هذه الرؤية من الممكن أن تزول عن الإنسان إذا وقع الإنسان في الذنوب والمعاصي ولكن إذا رجع إلى الله سبحانه وتعالى وتاب وندم وعزم على عدم العودة وتبدل حاله بعد المعصية إلى أحسن من قبل المعصية فهنا الرؤية تأتيه ويحافظ عليها وتأتيه إن شاء الله بإذن الله طيب هي بتقول لو أنا قلت الرؤية دي الحد هل ممكن تروح الرؤية وما تقيش هذا الأمر من الممكن أن تحسد الرؤى يعني ممكن الرؤية دي تحسد لذلك النبي علمنا صلى الله عليه وسلم في معنى كلامه أنك إذا رأيت رؤية طيبة لا تخبر بها إلا من تحب أنت عارف إنه مش حسدك واحد بيتمنى لك الخير أو يرجو لك الخير فده ممكن تقوله الرؤية لكن الأفضل أن تحتفظ بها لنفسك فهذا سر بينك وبين الله فلا تخبر به أحد إلا من تحب وإذا كانت هناك حلم من الشيطان سيء وحش أنت شايفه وحش لا تخبر به أحد الأستاذة تغريد بتقول في مشاكل من أول رمضان مع والدتها وهي مش عارفة تركز في الصلاة والصيام والأعمال الخيرة في هذا الشهر العظيم أقول إن هذا الأمر من الشيطان الشيطان يريد أن يحذن الإنسان يريد أن يبعد الإنسان عن مواطن الخير رمضان فرصة رمضان نعمة من الله عز وجل لما يجيني رمضان أغفل عن الله عز وجل والله سبحانه وتعالى قد صفض لي الشياطين ومرضت الجن وأغلق لي أبواب النيران فلم يفتح منها باب وفتح لي أبواب الجنة فلم يغلق منها باب ثم أنا أتغافل أكسل عن الطاعة لا من الآن استعيذي بالله من الشيطان الرجيم ادخلي بعد الحلقة إن شاء الله توضي وصلي لله ركعتين توبة لله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين التوبة التوبة ترجع بهما إلى الله عز وجل الأستاذة شيرين من البحيرة السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام كل عام وأنتم بخير وحيا الله أهل البحيرة كل سنة أنت طي الله يكريم فضلي والله لو سمحت أنا كنت عايزة نستفع عن السؤال اللي هو لو جنت مثلا صليت الفجر ماشي وفضلت جادة مثلا صلات الفجر لحد تطلوها الشمس نسكر ربنا ونصلي لك عتاة دي صحيح تواب حجة وعمرة حجة وعمرة تامة 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 طيب أنا الحديث خاص بالمسجد طيب بالنسبة للنساء النساء لا تذهب إلى المسجد هنا إن شاء الله نرجو من الله عز وجل أن يقبل الله منك هذه الأعمال الصالحة وتكتب لك إن شاء الله حجة وعمرة تامة 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 هل في سؤال تالي يا سيزة الاسريم؟ أيواش طيب بالنسبة أنا جوزي كان فيه اختلاف بينه وبين أخوه عشان مرسه كده بس لما جيه عمل فرح وأخوه وعزمه أخوه مرضاش ييجي ومحضرش لكاتب كتاب ولا فرح ودلوقتي أنا بنقول له مثلا ايه أنا عايزاك تصالحه واتكلمه عشان خاطر احنا تستيامه كده وربنا يتكبل منك إن شاء الله ربنا يكرمك والله ويحسن إليك أنك أنت تساعدين على صنة الرحم أوليله فمن عفى وأصلح فأجروه على الله صنة الرحم تزيد الرزق وتزيد العمر من صره أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فالياسر رحمه اللي عايز فلوس وعايز مال وعايز غنى وعايز بركة في العمر وبركة في الرزق عليه صنة الرحم والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال يا رسول الله لي أقارب أصلهم ويقطعون أنا باتودد إليهم ويتبغضون لأنا بحبهم وهم بيكرهوني بحاول أعمل معهم كل خير بدعوهم أوه بيدعوهم للفرح وما بيجوش أعمل إيه؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما زلت على هذا معك من الله ظهير معك ملك كأنك تسفيهم الملك يعني أنت كأنك بتجيب تراب الفرن الحار وتضعه فيهم في الفم عندهم فلابد إن الإنسان هذه كلها صغائر والله والدنيا لا تساوي عند الله شيء ولا تساوي عند الله جناح بعوضة وكلنا في الآخر سوف نذهب ونترك هذه الدنيا ولا يبقى إلا السيرة ولا يبقى إلا العمل الصالح فيعني كلمي وحاولي إن شاء الله تتوددي إليه كده إنه يتصل عليه بالتليفون حتى لو أفل السكة في وشه يذهب لزيارته حتى لو طردوا المهم يأخذ هو السواب من الله عز وجل وأسأل الله عز وجل أن يؤلف بين قلوبه اللهم امين النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه الحق جميل الحج روعة أهلا وسهلا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كل عاموا أنتون بخير وإنت بصحة والسلام فضالي يا حجjak فضالي كنت عزد أفضلك الشيخ المبلغ اللي موجود في الزكاة اللي بيطلع عليه الزكاة هو اللي العائد اللي جاي منه هو اللي بيطلع عليه الزكاة لا الزكاة على المال كله على مجمل المال الزكاة المال على مجمل المال يعني مش عاجة بعينها لا أنا معايا ملغ مالي 85 جرام دهب عيار 24 ومر عليهم الحول سنة فبطلع اللي هو 2.5% يعني الالف جنيه عليها 25 جنيه على مجمل ما عندي من الأموال طيب والعائد اللي بيجي من المبلغ دي كل التلصان العائد الذي يأتي من المال فيه خلاب بناء العلماء كان هذا العائد حلالاً أو حراماً فإذا كان الرأي اللي بيقول أن فوائد البنوك حرام فالله طيب لا يقبل إلا طيباً وإذا كان الرأي اللي بيقول أن الفوائد دي حلال فأنت بتخرجي على توتل المال على مجمل ما عندك من الأموال بتحسبي مالك كل سنة في معادي معين أنا مالي بلغ 85 وأزيد فبحسب المجمل أنا عندي أموال أديه وأخرج على مجمل المال 2.5% اللي هو 25 جنيه على الألف عليها 25 إن شاء الله الحق نبيلة الحق نبيلة من سهاج السلام عليكم وحي الله أهل سهاج ربنا يبارك لك يا رب ربنا يعود علينا وعليكم الأيام بخير يا رب العالمين وينجينا من هذا البلاء اللهم أمين يا رب والله وحاولت إن أصلحهم ما فيش فائدة إن هو المراس والحاجات دي كلها هي اللي عامنا معاهم حاجة غلب والله وأنا جاي أول رمضان جاي ابني منهم يقولي تعالي فترة عندي تقوله مش هفتر ولا أتعامل معاكم غير بالتليفون بس الغايث ما كلكم تتجمعوا وتبقوا تزدوني يعني أنا ستة كبيرة عندي 75 سنة والله ربنا يديك الصحة حاجة عامل معاهم إيه والله بص يا حاجة أنت بتتكلمي معاهم وخدت موقفه ده أمر طيب ومحمود حاولي توسطي بعض الناس اللي هم ممكن يسمعوا ليهم يعني يعرفهم إن الدنيا ما تسويش حاجة إن أنا خاصم أخي وأقاطعه من أجل أموال هذه الأموال فانية ولا تساوي عند الله شيئا واليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل ربنا هيسألنا عن كل كبيرة وصغيرة وخصوصا المال سوف يسأل عنه العبد مرتين من أين اكتسبه وفيما أنفق كل جنيه هتتحسب عليه إذا كان من حلال ولا من حرام فليه يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مال أو كل سحة نبتة كل جسم نبتة من سحة فالنار أولى به يعني المال الحرام ده هتعمل في إيه يعني حول إن شاء الله بالدعاء الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض الدعاء مهم جدا فلا يعجز الإنسان عن الدعاء ادعي ربنا في جوف الليل وفي وقت الصحر وقبل الإفطار للصائم دعوة لا ترد وفي رواية للصائم عند فطره دعوة لا ترد ادعي ربنا سبحانه وتعالى وندعو الله أن يؤلف بين القلوب وأن يصلح ذات بينهم يا رب العالمين موضوعنا جبر الخواطر هذه عبادة عظيمة جدا النبي صلى الله عليه وسلم تحدث في أحاديث كثيرة هذه الأحاديث تحمل معنى جبر الخواطر حينما تجبر خاطر إنسان جاء رجل الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمر حديث الذي صححه الإمام الألباني يا رسول الله من أحب الناس إلى الله اسمع لكلام حبيبك صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إلى الله وما خير الأعمال عند الله إيه أحب عمل ربنا بيحبه وإيه أفضل الناس وأحب الناس عند الله قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس تخيل أحب الناس لربنا سبحانه وتعالى هم الذين يدخلون النفع على الناس هم الذين يسعون في قضاء حوائج الناس هم الذين يساعدون الفقراء واليتام والمساكين هم الذين يجبرون الخواطر أحب الناس أنفعهم للناس وخير الناس أنفعهم للناس والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب الناس أنفعهم للناس تكشف عنه قربة مستثمين السلام عليكم عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عام وأنت بخير وعليكم بخير الله يكرمك تفضل مستثمين أنا الآن ملوتي بقالها ألف عشرين أنا متجوزة بس هي ما بتصومش إيه السبب؟ إيه؟ هل في عزر شرعي؟ إيه عندها السكر والضغط وأول سنة كان من سنة 2015 وهي ما بتصومش فهل يجوز عليها اللي هي تتفع فلوس على اللي هي ما تصومش السكر والضغط ده هل الدكتور قال لها ما ينفعش تصومي ولا هي أصلا مش عايزة تصومي هي كانت أول حاجة أول سنة في 2005 سجل دي كانت حامل ماشي؟ وإذن سنة راح تعبت تعبت ورح اتشفت في نص الشاري كده والدكتور قال لها ما تصوميش السكر بتاعها كان عالي تمام هي بتاخد مرض يعني بتاخد دواء للسكر بتاخد أنسلين؟ ماذا تتفع كل يوم عشرة أو أي حد أي حد عشان الاختار؟ احنا عاودون نعرف هل يعني ده صح؟ أو إيه اللي يتم أو هي نتفع تلوس أدريه؟ عشنا نعيش بلوس مراحة؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول وعلى الذين يطيقونه فدية وطعام ومسكين هي دلوقتي مش هتقدر تصوم وتراكمت عليها الأيام والشهور وتراكمت عليها الأيام وشهور رمضان دخلت عندها أربع سنين دلوقتي أو خمس سنين فدلوقتي الأمر بقى بالنسبة لها صعب العلماء بيقولوا إيه؟ بيقولوا من يستطيع الصيام عليه القضاء اللي يستطع الصيام عليه القضاء طيب هي مش هتقدر تصوم ومش عارفين هتقدر تصوم ولا لا والدكتور الله ما تصوميش فإذا كان الدكتور والطبيب أخبرها طبيب المسلم الثقة أخبرها أن الصيام فيه ضرر عليها فلا ضرر ولا درار يبقى هتعمل إيه؟ هتطعم عن كل يوم مسكين كل يوم مسكين واحد طاقة واحدة بس طيب قيمة الإطعام قد إيه؟ قيمة الإطعام كما أخبر العلماء 750 جرام ده أقل حاجة يعني أجيب 750 جرام أرز اللي هو كيلو لربع رز وده أوسط الطعام يعني الأرز ده بالنسبة لأهل مصر هو أوسط الطعام فالمقدار 750 جرام رز يعني كيلو لربع رز عن كل يوم طيب نحسب بقى هي فطرة قد إيه؟ قعدة أربع سنين الأربع سنين 30 مثلا أو 29 في أربعة تحسب كل يوم فطرة فيه تطعم عنه مسكين وإطعام مسكين 750 جرام من الأرز والله أعلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم يكشف عنه قربة أو يقضي عنه ديناً أو تطرد عنه جوعاً يعني أنت لما يكون واحد وائع في مشكلة وتحاول أن تزيل عنه هذه المشكلة هذه من أحب الأعمال إلى الله واحد فئير وعليه دين وهو مش عارف يسد هذا الدين وتأتي أنت وتقضي عنه دينه من زكاة مالك من تطوعك من الصدقة وتقضي عنه دينه فاعلم أن هذا من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى أو تطرد عنه جوعاً تطعمه أحب الأعمال إلى الله إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيان معنا أمم أحمد من المفية السلام عليكم أمم أحمد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حيا الله أهل المنفية بارك الله فيكم الله يحييه كل سنة وحضرتك طيب فضال يا أمم أحمد أنا ما ربي أصلي النوافل أنا بصلي النوافل كتير يعني بصلي أربعة بعد الظهر وأربعة بعد الظهر وبعد العيشة بعد ما صلي الوتر بصلي أربعة ولما بصلي الترويح بفتح المصحف وبقرأ بالترتيب هل هذا صح؟ حاضر يا محمد أجيبك إن شاء الله في أي سؤال تاني يا محمد؟ أنا بقول لحضرتك أنا بكمل مثلا بعدما بصلي الفجر بقرأ جزء وبختم الكرآن مثلا ويخلص واختمه هل تعتبر من الخاتمة اللي أنا بقرأه ده؟ تمام أجيبك إن شاء الله في أي سؤال تاني يا محمد؟ شكرا محمد ربنا يكرم محمد بتتكلم عن الكراءة من المصحف والختمة إن أنا بختم القرآن في الصلاة ومن أفضل أعمال في رمضان الإنسان يختم القرآن في الصلاة في الترويح صلاة الليل وفي التهجد ختم القرآن طيب هل يجوز لي أن أنا أمسك المصحف أو الموبايل مثلا وإن أنا بقرأ في الترويح؟ يجوز لي كما أخبر العلماء أنه يجوز لي في النوافل فقط يعني ما ينفعش إن أنا أمسك المصحف في إيدي في الفرائد يعني في الصلاة العشاء ممسكش المصحف أصلي من حفظي أصلي مما أحفظه طيب بعد ما أخلصت العشاء أنا عندي ترويح عندي تمن ركعات وعندي ركعات الوطر وركعات الوطر بقى زي ما أنا عايز من الثلاثة للخمسة للسبعة للتسعة وطر ما فيش مشكلة ممكن أصلي وأنا ماسك المصحف في إيدي أو ماسك الموبايل في إيدي وأقرأ وأختم في الصلاة طيب أنا عايز أنا قرأت في الصلاة مثلا نصف جزء هل ممكن أكمل بعد كده في غير الصلاة نصف الجزء الثاني؟ ينفع ويجوز لي ولا حرج علي إن أنا أكمل ختمتي بعد الصلاة يعني أصلي بجزء معين من القرآن وأكمل عليه في غير الصلاة يجوز لي أن تحسب لي ختمة وأكمل وأفضل الناس عند الله الراحل المرتاحل اللي هو يبدأ في ختمة ثم ينتهي منها ويبدأ في ختمة جديدة جعلنا الله وإياكم من أهل القرآن اللهم أمين وتقبل الله منا ومنكم يا أم أحمد كل الخير وجعلنا الله وإياكم من مقيم الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن جبر الخواطر فيقول النبي صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات اللي خايف من كورونا اللي خايف أن وجيله أمراض اللي خايف من مصائب صنائع المعروف هذه رشدة من رسول الله هذا علاجه من رسول الله هذه بشرى من رسول الله صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات الأمراض والهلكات سيدنا بن عباس يقول يقول صاحب المعروف لا يقع أبداً لا تأتيه للمصائب صاحب المعروف لا يقع فإذا وقع وجد متكأاً إذا وقع وجد من ينجده لأنه أنفق في سبيل الله لأنه صنع المعروف مع عباد الله جبر الخواطر فيها الكثير والكثير ولكن الوقت قد انتهى أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال وأن يعود علينا هذه الأيام المباركة أعواماً عديدة وأزمنة مديدة اللهم إن نعوذ بك من البرس والجزام وسيء الأسقام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته